أسعار الألمنيوم تقفز إلى 3000 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن وتسجل أعلى مستوى لها في 13 عاماً وترتفع بنسبة 15% خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وسط توقعات بأن اضطرابات الإمدادات ستستمر لفترة طويلة المخاطر السياسية في غنية الدولة المنتجة للبوكسيت وهي المادة الخام للألمنيوم زادت من مخاوف انتظام توريد المادة الخام كذلك انخفضت مستويات الانتاج الصيني للحد من الانبعاسات والحفاظ على الطاقة جاء ذلك تزامناً مع ارتفاع معظم أسعار السلع خلال العام الجاري وبالأخص قطاعات الطاقة التي وصلت لأرقام القاسية على الرسم البياني باللون الأبيض هي أسعار الغاز التي وصلت إلى ارتفاعاتها وصلت إلى حوالي 240% خلال العام الماضي مقارنة بارتفاع كبير لمعظم أسعار السلع خلال الفترة الماضية مؤشر بلومبرج اخترق أيضاً مستوياته أو يقترب من اختراق مستوياته أعلى مستوى له خلال عشرة سنوات كما نشاهد هو الآن تراجع خلال الفترة الماضية ثم عاد مرة أخرى للارتفاع ليقترب من اختراق مستوياته الأعلى منذ عشرة سنوات هذه المستويات بشكل كبير ستؤثر على مستويات التضخم وباستعراض أداء بعض السلع خلال العام الجاري كما هو وضح سنجد أن هناك بعض السلع شهدت تفارات سعرية مثل أسعار الغاز الطبيعي كما أشرنا ارتفاع أكثر من 240% خلال عام 2021 كان عاماً سعيداً لأسعار السلع وارتفاعات ضخمة أيضاً شهدنا ارتفاع لخيام تاكسز والألمونيوم وصلت نسبته خلال العام حوالي 47% ولكن عكست تدولات الحديد الاتجاه بشكل عام كما نشاهد الانخفاض وصل إلى نسبة قاربت 18% انخفاضاً وسجلت العقود الآجلة لخام الحديد في سنغافورة بحوالي 45% منذ قمته في مايو جاء ذلك تزامناً مع تقليل القيود التي فرضتها أو خففتها الصين على الصلب وشهد انخفاض كبير هذا الرلي في أسعار السلع وهو المؤشر بالغ الأهمية أو الارتفاع كان مؤشر بالغ الأهمية سينعكس بشكل كبير ومباشر على مؤشرين أساسياً المؤشر الأول وهو أسعار المنتجين والمصنعين شهد ارتفاع خلال الأيام الماضية بعد إعلانه أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة فصلة 7% خلال الشهر الماضي مقابل توقعات بحوالي فصلة 6% جاءت هذا الارتفاع عامل أحد العوامل الرئيسية التي تبشر بمستويات التضخم العامل الثاني وهو مؤشر أسعار المستهلكين والمنتظر إعلانه أيضاً سيؤثر بشكل كبير كله على مستويات التضخم وبالتالي فإن مقرر السياسات في البنوك المركزية سيواجهون ضغوطاً كبيرة في ظل اتجاه معدلات التضخم لمستويات أعلى من تلك المستهدفة والتي أعلنوا عنها كما نشاهد ارتفاع كبير لمستويات التضخم حتى وإن استخرت خلال الفترة الماضية ولكن المؤشرين الأساسيين الذين أشهرنا إليهم هو مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين هم العاملين الرئاسيين الذين يبشرون بمستويات التضخم المقبلة وبالتالي البنوك حين رسمت خططها النقدية والمالية المستقبلية كانت بناء على مستويات تضخم مؤقتة وصممت عليها خطط تقليص الأصول ومستهدفات ليست بقريبة لزيادة معدلات الفائدة فمن الواضح أن تلك المستويات القياسية ستكبر البنوك المركزية على تغيير سياستها المستقبلية أو سياستها المقبلة لمستويات التضخم ومعدلات الفائدة وخطة تقليص شراء الأصول ترجمة نانسي قنقر